بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة السابعة نستكمل فيه أنواع الدلالة النحوية والمعجمية ذكرنا فيما مضى أن للدلالة أربعة أنواع ذكرنا منها الصوتية والصرفية وفي هذا الدرس نأخذ النحوية والمعجمية الدلالة النحوية لقد كان السبب في وضع النحو هو تلافي الخطأ في الإعراب الذي تحصل به الإبانة عن المعنى ولقد واكبت نشأة النحوي كثير من القصص التي تضمنتها كتب التاريخ النحوي التي تشير إلى أن هذا العلم ما وضع إلا لما طغى اللحن وضاعت معه المعاني المقصودة من الكلام ومن ذلك قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فسمع قارئا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله لكسر الرسول فقال الأعرابي أوا بريء الله من رسوله والله لأبرأ مما بريء الله منه هذا فهمه فهم الأعرابي بسليقته أن كسر الكلمة رسول يعني عطفها على كلمة المشركين المجاورة المجرورة بمن كلمة المشركين مجرورة بمن فهي مجرورة ثم هذا حرف عطف ورسوله معطوفة على هذا والمعطوف المعطوف عليه اشتركان في الحكم وهو هنا فساد للمعنى فالله سبحانه وتعالى بريء من المشركين لكنه لم يبرأ من رسوله فالقراءة الصحيحة كيف تكون إما بالفتح إن الله بريء من المشركين ورسوله بالعطف على لفظ الجلالة فالله ورسوله يبرآن من المشركين أو القراءة الأخرى وهي المشهورة وهي كما هنا في الآيات هي قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله بضم اللام وهذا يعني أن الواو أصبحت واو استئناف ورفضت رسول مرفوعة بالابتداء فكأنه هذا كلام سابق وهذا كلام جديد لاحق والفتح والرفع في كلمة رسول قراءتان أيضا ترتيب الجملة الإسمية أو ترتيب الجملة بشكل عام حسب نظام النحو العربي له أهمية في دلالة الألفاظ وفي مفهوم الجملة نحن الآن ندرس دلالة النحو أو أثر النحو في الدلالة أو علاقة النحو بدلالة اللفظ فإن قال قائل مثلا على سبيل المثال جاء محمد من البيت وذهب عثمان إلى المدرسة هذه الجملة لاحظ معي جملة مركبة جملة مكولة من أكثر من فكرة إذا أردنا أن نبدل بين الألفاظ تقديما وتأخيرا على سبيل المثال خلطنا هذه الألفاظ قلنا البيت عثمان من ذهاب محمد واو المدرسة إلى جاء في هذه الحالة الجملة لا تؤدي الدلالة المعنوية المرادة هذا يعني أن ترتيب الجملة في النظام النحو مقصود حتى تفهم وتكمل الصعوبة هنا في عدم وجود القراء التي تجعل الجملة مفهومة ولو قدمنا وأخرنا بالإضافة إلى أنها جملة مركبة جملة مركبة فيها أكثر من معنى وأكثر من فكرة أما بعكس مثلا الجملة السهلة هناك جملة سهلة بسيطة جملة ليست معقدة في التركيب ضرب شاب رجلا هذه جملة نسميها جملة سهلة لها معنى واحد فإن وحدة المعنى فيها معنى واحد مع وجود الضم الظاهر في الفاعل والفتح الظاهر في المفعول يجعلها واضحة الدلالة دلالتها واضحة شاب ضرب رجلا لو قلنا حتى لو قدمنا وأخرنا نعم حتى لو قدمنا وأخرنا أقول ضرب رجلا شاب ما زال هذا مفعول به وما زال هذا هو الفاعل أو شاب ضرب رجلا ما زال المعنى هذا فاعل في المعنى وهذا مفعول به في المعنى والفعل واحد ليس في عدد من الأفعال في هذه الجملة ومن القرائن هناك قرينة نسميها في النحو القرينة المعنوية نحو مثلا أكل موسى الكمثرة هنا لا توجد ضمة ولا توجد فتحة لا يوجد ما يشيئ أن هذا فاعل أو أن هذا مفعول من ناحية اللفظية لكن من ناحية المعنى العلامة واضحة موسى هو الذي أكل الكمثرة ولا يمكن أن يأتي العكس فلو قدمنا وأخرنا وقلت موسى أكل الكمثرة أو أكل الكمثرة موسى المعنى واضح وبين للدلالة المعنوية أو القرينة المعنوية يمنع النحويون التقديم والتأخير إن أدى إلى لبس في الدلالة والمعنى وهذا علامة واضحة على علاقة النحو بالدلالة والمعنى نحو أكرم موسى عيسى إذ يمكن أن يكون موسى هو من أكرم ويمكن أن يكون عيسى هو من أكرم موسى يعني يصلح هذا وهذا هنا لا تجد دلالة معنوية هنا لا تجد عندي دلالة معنوية ولا تجد عندي أيضا دلالة لفظية لأن الضمة لا تضر هنا والفتحة لا تضر هنا فهنا يجبون تقدم الفاعل وتأخر المفعول قاعدة نحوية في هذا أنه لا بد من أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول التأتي الجملة على الأصل فموسى هنا أكرم عيسى هذا قولا واحدا وفي المقابل منع تقدم الفاعل على المفعول في قولنا مثلا ضرب زيدا غلامه زيد هنا مفعول به وغلام فاعل وتأخيره هنا واجب لأن فيه ضميرا أي في الفاعل في غلامه ضميرا يعود على المفعول به ولابد أن يعود الضمير على متقدم فكان تقديم المفعول هنا واجبا حتى لا يلبس الدلالة ويتوهم عودته أي عودة الضمير على اسم سابق غير المعني وعلى ذلك جاءت الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه إذن هنا الصناعة النحوية تفرض ترتيبا معينا له أثره في الدلالة لو قلنا ضرب غلامه زيدا لكانت الها في غلامه إذا تقدمت توهم لأن الضمير يعود على متقدم وهنا لا بد أن يقدم زيد حتى يعود عليه الضمير لأنه هو المعني في هذا الكلام وفي الدرس النحوي أحكام تتعلق بأسماء لها الصدارة في الكلام مثل أسماء الشرط أسماء الاستفهام وأحكام لتقدم المبتدأ على الخبر وتأخره عنه وجوبا وجوازا وغيرها ومما اجتمل عليه الدرس النحوي وله علاقة مباشرة بموضوع الدلالة ما يسمى حروف المعاني العاملة وغير العاملة مثل حروف النصب والجر والنداء وغيرها والعطف حيث أفردت لها كتب متخصصة منها مثلا معاني حروف الجر والعطف والنصب والجزم فقالوا مثلا في حرف العطف الواو هذا كلام النحاة انظر كيف النحاة يذهبون إلى قضايا الدلالة والمعنى الواو لمجرد التشريك نحو اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال انظروا الواو هنا لمجرد اشترك الاثنان في الأمر لكن الفا تفيد التشريك مع ترتيب وتعقيب هكذا قال النحويون فهنا أثر لهذه الحروف في المعنى والدلالة طبعا الفا تفيد التشريك مع الترتيب والتعقيب التعقيب أقصد به هنا مهلة قصيرة نحو سجد الإمام فالمصلون مباشرة أما ثم وهي حرف عاطف فهي دمت التشريك مع الترتيب والتراخي التراخي يعني مهلة طويلة فهي هنا قريبا من معنى الفا لكن الفا الزمن بين المعطوفين قليل وهنا واسع وطويل مثل قول الله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فالمسافة بين القبر والنشور بعيدة نوعا ما وغيرها من الأمثلة اختلف النحويون في لن في دلالتها في دلالة لن الناصبة هل هي لنفي الحال أم لنفي الحال مع الاستقبال بمسمى تأبيد النفي كما قالوا أن من معاني لم الجازمة القلب وهو أنها تقلب زمن المضارع إلى ماضي وفرقوا أيضا هذه من أشياء تدل على اهتمام النحويين بالمعنى والدلالة فرقوا بين لا النافية ولا الناهية فالأولى خبرية لا تعمل أقول محمد لا يكتب درسه لا يهمل واجباته وأنا أخبر عن محمد أما الثانية فهي الناهية فهي طلبية تجزم الفعل المضارع بعدها أقول لا تذهب لا تكتب وهكذا وقالوا إن لكل حرف من حروف الجر معنى أصليا لكل حرف من حروف الجر معنى أصلي وهناك معاني أخرى يخرج عليها أو يخرج منها إلى معاني أخرى فرعية فمثلا من هذه معناها الأصلي لابتداء الغاية الزمانية والمكانية نحو قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي شوف من باتداء غاية لكنها لا تأتي فقط في ابتداء الغاية بل قد تخرج إلى معاني أخرى كالتبعيض مثلا نحو منهم من كلم الله بعضهم كلم الله والفصل نحو حتى يميز الله الخبيثة من الطيب يعني يفصل الخبيثة عن الطيب وبيان الجنسي فاجتنبوا الرلسة من الأوثان أي كان نوعها وقالوا فيه إلى معناها الأصلي انتهاء الغاية معناها انتهاء الغاية هذا ابتداء وهذا انتهاء نحو فأتم الصيام إلى الليل يعني بنهاية الصيام ويخرج معناها إلى معاني أخرى مثل معنى مع قال الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله وتأتي بمعنى عند مثل رب السجن أحب إلي أي عندي وقالوا فيه على معناها الاستعلاء نحو جلست على الأرض وقد تأتي للتعليل نحو لتكبر الله على ما هداكم أي بسبب هدايته لكم هذا كله يؤكد أن النحات قد اهتم بقضايا الدلالة والمعنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر